على القانون بالمجمل متثاقلة تسير خطة تغيير في العراق فبعد نجاح المحتجين في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي تمكن نواب البرلمان أخيرا من إقرار قانون انتخاب جديد يتيح للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلا من الاختيار من قوائم حزبية ويكون كل عطو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها لكن عجلة العملية السياسية تواجه اليوم عكبة جديدة تتمثل في تسمية رئيس الجمهورية برهم صالح مرشحا لمنصب رئيس الوزراء يحظى بموافقة البرلمان والشعب آخر المرشحين للمنصب جاء من تحالف الفتح المدعوم من إيران وأحد أكبر الكتل في البرلمان باختياره محافظة البصرة أسعد العيداني لتوليه ويشغل العيداني منصب محافظة البصرة منذ عام 2017 ويرتبط بأذهان كثيرين بمحاولة الاعتداء على متظاهرين في المحافظة الجنوبية خلال انتفاضة صيف العام الماضي اختيار قوبل برفض فوري من قبل المحتجين الذين يريدون مرشحا مستقلا حسب ما أفاد مسؤولان لوكالة Associated Press شريطة علم كشف اسميهما وبذلك ينضم العيداني لسابقيه قصير سهيل ومحمد شيع السوداني أما الاحتجاجات الشعبية فمستمرة في بغداد ومحافظات جنوبية أكد فيها المحتجون أن الحراك الشعبي هو الذي سيفكل الحكومة حراك لم ينسى القائمون عليه الاحتفال بعيد الميلاد واستذكار ضحايا المظاهرات اشتركوا في القناة